اشتركوا في القناة للعيش مع شقيحته بسبب الاحتلال الياباني لبلاده وعد بدأ تدرب على الفنون القتالية في سن التاسعة في عام الف وتسعمائة واربعين انضم اياما لتدرب على فن الكاراتي اسلوب شوتوكان من مؤسسها جيشين فاناكوشي الذي يعتبر ابا الكاراتي الحديث تدرب ايضا على اسلوب جوجو ريو كاراتي وبسبب تفانيه في تدريب بلغ درجات عليا فيهم بعد ان تدرب في اكبر مدارس الكاراتي في اليابان بدأ يبحث عن جوهر الفنون القتالية باعتزاله في جبل مع انه كان في العشرينيات من عمره ليتدرب وحيدا بعد سنوات من عزلته ارد ان يدع مهارته في حيز الاختبار وسرعان ما اكتسب اياما سمعة لقدرته وتحمله وقوة اسلوبه ولتقبله اي نوع من التحدي وعدم الكثير من الاستعراضات عبر اليابان يعرض فيها عن مهاراته في تحطيم السخور بيده العاريتين والحيام بتمارين الدغط باصبوعين وكسر حمام الزجاجات بحافة يديه اما اشهرها فهي معاركه مع الثيران التي ادهجت الجمهور فلقد توفي على يديه العديد منها بعد تمركزه في اليابان قام اياما بافتتاح اول مدرسة له عام الف وتسعمائة وتلاتة وخمسين وفي واحد لاحق عام الف وتسعمائة وستة وخمسين افتتح رسميا مدرسة باسم الكيوشنكاي وتعني الانضمام الى المدرسة الحقيقية المطلقة بعدها قام بابتكار تحدي مئة رجل والذي يتكون من مئة جولة وهو اول شخص يقوم باكمال الاختبار لثلاث مرات على مدى ثلاثة ايام متتالية وكان الرجل الثاني الذي يقوم باكمال الاختبار هو سيف ارنيل في عام الف وتسعمائة وخمسة وستين وفي يونيوم من عام الفاني واربعة قامت نعومي علي باكمال الاختبار فاصبحت اول امرأة استكملت مئة قتال وهذا التحدي يبين ان اسلوب الكيوشنكاي دائما على الخط جاهز لاثبات نفسه وعدح ماوياما بنشر كتاب ما هو الكارتي ونشر الاول مرة في عام الف وتسعمائة وتمانية وخمسين واتبعه بكتاب هذه هي الكارتي توفي ماسو تاسو اياما عام الف وتسعمائة واربعة وتسعين بسبب سرطان الرئة وخلف تراطه للعالم وهو اسلوب الكارتي الفريد الكيوشنكاي ان اعجبكم فيديو اليوم لا تنسوا ان تشتركوا في حناتنا لنستمر في نشر هذه النوعية من الفيديوهات شكرا لكم والى اللقاء في فيديو حادم ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 شكرا